موسيقى باسم الاب والابن وروح الكدس الاله الوحد امين في سلسلة دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي وصلنا للاسحاح الخامس واخدنا منه جزء كبير بيتكلم عن مجيء الرب وبعدها على طول بيختم الرسالة بنص جميل هقرلكم الجزء الاولان من الاسحاح اللي احنا درسناه ودين نكمل بيقول بيقول واما الازمنة والاوقات اللي هي يعني معاد مجيء التاني فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها مش محتاجين لانكم انتم تعلمون بالتحقيق يعني بالتأكيد ان يوم الرب قلص في الليل هكذا يجيء لص قلنا معناها في مفاجأة لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة فجأة كالمخاض للحبلة فلا ينجون طبعا سلام وامان معناها عايشين في الخطيئة لما حد يحب ينبههم يقولون يقولون يا عم ما تخوفناش على الفاطف اما انتم ايها الاخوة المسيحيين بقى فلاستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم قلص مفروض ان حياتنا تبقى منورة والنور معناها المعرفة والبر والفهم والادراك والرؤية جميعكم ابناء نور وابناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة تاني النور بالمقرنة بالظلمة معناها المعرفة ودي الجهل النور هو البر والظلمة هي الخطيئة النور حياة والظلمة موت فلا ننم النوم هنا بمعنى الغفلة والخطيئة والسقوط فلا ننم اذا قال الباقين الباقين اللي هم عايشين حياة بعيدة عن ربنا بل لنصهر ونصحوا نصح صح لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون يعني الليل يعبر عن الكسل والخطيئة والضياع أما نحن الذين من نهار أولاد النور فلنصحوا صح صح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوزة هي رجاء الخلاص حالة حرب ما ينفعش في حالة حرب إن جندي يغفل لازم يمصح صح ودرع الإيمان معناها نطقي سهام الشرير الملته بنار بالإيمان أحط الإيمان كده قدام وشي قدام جسمي فسهام الشرير تنكسر والخوزة تحمي الرأس والأفكار لأن الله لم يجعلنا للغضب إحنا مش أبناء غضب بل الاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح كلمة الاقتناء معناها حاجة تبقى بتاعت يقتني شيء معناها يمتلكه فربنا إدانا فرصة أن نقتني الخلاص بواسطة ربنا يسوع المسيح خلاص ده جزائق الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه هنا نمنا بمعنى النوم الطبيعي بتاع الإنسان اللي محتاج يريح شوية علشان يقوم ويواصل حياته واجهاته يعني ربنا وضع لنا النوم نعمة تحفظ عقل الإنسان من أنه يتدمر بسبب قسرة النشاط فالواحد ينام بيريح يقوم نشاطه متجدد فبيقول إذا سهرنا واحد صهران في المذاكرة أولا صهران في الصلاة أولا في العمل أو نام سواء نحيا جميعا معه لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون عايدا يعني الكلام كله اللي قلته لكم ده نستخدمه إن احنا نعز بعضينا بعض لما ألاقي واحد متضايق طبطب عليه وأقول له الرب قريب خفت ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجدة أبدي خلي بالكم كلمة بعضكم بعضا يعني إيه جايز أنت تعز زميلك والطبطب عليه وبعدها بيوم تلاقيه أنت محتاج له يطبطب عليك والحكاية بتلف ليه لأن كلنا محتاجين بعض ومهما كان الإنسان عظيم وكبير وبيتعف إنه يعز الآخرين بيجي له وقت محتاج حد يسنده محدش فينا أقوى من إنه يقع في ضيقة أو تعب عشان كده قال عز بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا معناها أنتوا فعلا بتعملوا كده بس أنا عايزكم تكملوا وتستمروا وتزيدوا لغاية كده العدد حداشر ده احنا درسناه المرة الفائدة من العدد اتناشر يقول ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزرونكم معناها أن في خدام في كليروس صفاتهم أن هم بيتعبوا وبيدبروا أموركم وبينزرونكم معناها أن ينبهني يقول لي دي غلط بلاش دي غلط في السلوك أو غلط في التعليم أو غيره ففيه إنزال سماهم الناس اللي بيتعبوا في خدمة الآخرين في كورونسوس الأولى قال إذ أراحوا روحي وروحكم بولس الرسول بصفته خادم كبير ومع أخدام تانيين لما يشوف أولاده اللي رباهم بيخدموا الآخرين يستريح أراحوا روحي وكمان ريحوا أروحكم ألف عرفوا مثل هؤلاء أعرفوا إن بمعنى قدروهم وبرضو على كلمة أعرفوهم قال في رسالته إلى أهل فليبي أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعاً تيمو ثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفتوا أحوالكم لما بتطمن إن أنتوا تخدمتوا كويس أستريح ويقول لتلميذة المساوس أما الشيوخ المدبرون حسناً هنا الشيوخ يقصد بهم القصوص اللي بيخدموا في الكنيس وقال عنهم مدبرون حسناً يعني بيتدبروا أمور الناس والخدمة بطريقة جيدة فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة يعني يستهلوا إن إحنا نكرمهم كرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم لأن الكتابة يقول لا تقم ثوراً دارساً الثور الدارس اللي هو بيدرس الحقل وبيقلب الأرض أو الإنتاج لا تقموا معناها وهو بيدرس الحقل من حقه ياكم لك لو حط كمام على فمه معناها بيمنعوا إن ياكم والفاعل مستحق أجرتهم يبقى هنا معلمنا بولس بيقول الناس اللي بيتعبوا معاكم أعرفوهم يعني قدروهم وحكاية والسيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم أحد الأباء القدسين قال إن الكلمة بنت العقل وعلشان كده الناس اللي بيعلمونا بنسميهم أباء لأن أبوي وامي خلفوني بحسب الجسد لكن أبونا اللي علمني كلمة الله ولدني بالروح فصار لي أب فالأباء هم اللي علمونا في العربي يقولوا من علمني حرفاً صرت له إيه؟ عبداً لكن في الكنيسة نقول من علمني حرفاً صرت له ابناً نحن أولاد الناس اللي علمونا ويقول أيضاً في عبرانيين 13 اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم هنا كتير الكتاب المقدس يعلمنا الأدب والزوء واحترام الكبير واحترام المعلم واحترام الناس الأمر اللي ممكن حد ينتقدنا عليه يعني حد يقول لك أنتوا ليه تمشوا وراء الأسس كده بالطريقة دي وهما يعني بيستغلوكم بيستعبدوكم وتبوسوا قديهم وتعملهم طانية للأسكف ايه الزل اللي انتوا فيه ده تقول لي زل ايه محدش بيجبرنا على كده احنا بنحبهم وهم بيحبون القبلة سواء في اليد أو في الخد أو في الجبهة علامة الحب وفي اللغة العربية كلمة قبلة جاية من القبول يعني جايز مش موجودة في لغات تانية بنفس المعنى الشخص ده انا قبلته انا بحبه بعبر عن محبتي بالقبلة فاحنا العلاقة التي تربط الكنيسة كلها بعضيها هي الحب والطاعة في الكنيسة هي طاعة الحب مش طاعة الاجبار ولا الاستعباد اذا حصل ان اب كاهن او اب اسكف استعبد الناس وزلهم يبا هو غلطان والناس غلطان ان هي تخدع خدوع الزل لكن الخدوع اللي في الكنيسة هو خدوع الحب يقول المعلمنا بوليس بودف عبرانيين اطيعوا مرشديكم واخضعوا ليه بقى؟ قال لأنهم يصهرون لاجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انين مفيش الانين لأن هذا غير نافع لكم يعني ايه؟ تخيل مثلا انا سهران طول الليل بجهز العزة دي وبعود اقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا هدفي في الاخر ان اللي يسمعني يستفيد وفعلا الاقي الناس يخدعوا ويسمعوا ويتعلموا يتقدموا ولو عملت مكرنة بين اول مرة اجتمعنا فيها والنهار دا اقول لا دي فرقت كتير مع الناس ام يبقى المجهود اللي انا بعمله بعمله بفرح مفيش انين دا انا فرحان زي الام اللي تدخل في المطبخ تقعد ساعتين ثلاثة توظف في اكل وهي فرحانة لان شايفة اطفالها بيكبروا وده معنيها بعد ما كان بيبي بيرضع دلوقتي بقى بياكل شويتين بقى بيجري شويتين بقى بيروح المدرسة وبييجي وبقى راجل حاجة تفرح تبقى بتعمل المجهود بتاعه وهي فرحانة يفعله ذلك بفرح لكن امتى يكون الاب الروحي بيا ان او الام مش مبسوطة ان هو بيتعى في التعليم والناس يقولك واذن من طين واذن من عاجين ولا حد دريان بحاجة ولا حد سامح حاجة ولا حد بيتقدم ولا حد بيتوب وهو يعاني عمالي يشقى ويتعب وهو ما فيش في الاخر سامرة يبقى فيه انين الام اللي عمالة يتعب فيه تجهيز الاكل وبعدين ولادها طالعين جحدين مش عايزين يأكل يحللهم الاكل برا مع زملاتهم والبيت بالنسبة لهم مش مش ممتع تبقى عادة تعيط عليهم فهنا قال اطيعوا مرشديكم واخدعوا ده هما بيصهروا الاجل نفسكم كأنهم سوف يعطونا حسابا طبعا هيعطوا حساب عن كل نفس بيخدموها فالواحد لما يلاقي خادم في ملاس احد شايف فصله بينمو نبوه حلو والولاد بقى حلوين ومحبين محبين لله ومحبين للكلمة ومحبين للتسبيح والترانيم وبيتحسينه وبيجمله قوي يعمل هو فرحة لو كان بيأنين هذا غير نافع لكم لان في الاخر مفيش استفادة بعد ما في العدد اتناشا قال تعرفوهم نسألكم اياه الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم يدبرونكم في رب ينزركم قال هنا بقى وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم تعتبروهم يعني اديهم اعتبار قدروهم في المجتمعات الانسان اللي بيقدروه بينتج اكتر يعني يبقى ناصح صاحب الشركة اللي بيكافئ العمال بتوعه ويديهم خير كتير فهم يبقوا فرحانين وبيفتخروا ان هما بينتموا للشركة دية ويبزلوا فيها كل الجهد لانهم فرحانين وحسين حد بيقدرهم في واحد تاني تلاقيه بتاع فلوس يمص دمهم في الشغل ويديهم مبالغ قليلة وهم مضطرين يشتغلوا لان مفيش حتى تاني فبياخدوا مرتبات قليلة وبيتعبوا جدا في الشغل وحسين مش محدش مقدر مجهودهم فاتليه يقولك بيشتغل على قد فلوسهم وملوش مزاج فبالتالي الانتاج يقل وهو الخسراء والشاطر لما يلاقي فرصة احسن يسيبه ويمشي تلاقي البزنس بتاعه بيقل مش بيزيد عشان كده كلمة اعتبار الناس تقدرهم بيرجع بالفيد على الكل لما يجوا يحتفلوا بالولاد اللي طلعوا اوائل في المدرسة او في الجامعة ويدوهم هدايا ومكافآت ومنح دي حاجة بتشجع اي حد يفوس في اي حاجة فيها مواهب الدنيا كلها بتحتفل بيه وكذلك في الكنيسة قال لازم تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم سبب تعبهم في الخدم واني قال سالموا بعضكم بعضا يعني برضو من ضم المبادئ الجميلة في الكنيسة ان احنا نعيش في سلام زي ما قال ربنا يسوع في مرء استسعة ليكن لكم في انفسكم ملح وسالموا بعضكم بعضا حكاية السلام دي انا بكلم معكم كتير فيها لان بعضنا سامحوني ما تزعلوش يعني ينقصه الذكاء الاجتماعي انه مش عارف يعيش في سلام مع الناس جايز يكون احد غصبا عنه الناس اللي معاه متعبين اي حاجة لكن ازاي يكون عند الزكاة ان انا خلي اللي قدامي بالرغم انه متعب يبقى مسالم خصوصا اللي انا مضطر يعيش معه يعني واحد مع امراته او واحدة مع جزء او بينكم بين اولادكم او بيننا وبين الجران مش معقول كل يوم التاني هعزل علشان الناس مش مش مريحيني او بيني وبين زملاتي في الشغل برضو مش معقول كل يوم التاني هغير شغلي عشان اللي معايا في الشغل مش مريحين واول ما هتعب من هنا واروح في حتة تانية هلاقي تعب تاني هعود نقل من حتة لحتة وهل دي متاحة يعني الفرص موجودة والشؤة موجودة والباحد يقدر يعزل بالسهولة ويقدر يسيب شغله بالسهولة مش كده فانا لازم اضرب نفسي انا مش اضرب الناس ايهما اسهل اتعامل مع نفسي اتعامل مع الناس ناس كتير وانواع وما اقدرش اسيطر على حد ما اقدرش اغير حد لكن اقدر اسيطر على نفسي وغير نفسي ده انا اللي في ايدي انا اللي في ايدي مش الاخرين كل واحد لما يهذب نفسه ويبقى ذاكي كده ازاي يتعامل ويفوت فرص النكد والتعب والزعل يعيش في سلام وحتى لو في الوسط حاجة نكدت بتبقىها حاجة في وسط مليون حاجة لكن مش العيشة كلها نزاع وخصومة وشكاوي وتعب وفي الاخر حياة ايه طعمها دي وبعدين في العدد اربعتاشر يقول ونطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع نطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب يعني ايه بلا ترتيب كلمة ترتيب اللي هي ايه في اليوناني اه طاقس كلمة يوناني طاقسيس معناها ترتيب يعني لما تلاقي اللي بيقرأ كتاب مقدس باليوناني يقول انذروا اللي ما عندهم ش طاقس ما عندهم ش نظام معناها ربنا عايزنا نعيش ايه منظمين انبارح كان الانجيل بتاع القداس معجزة اشباع الجمه صح؟ اول حاجة المسيحة اللهم التكيوهم فرقن فرقن خمسين خمسين طالما في نظام نقدر نوزع الاكل على خمس تلاف راجل معادي النساء والاطفال لو ما فيش نظام الناس تتكربس ويدوس بعضهم بعضا ونخرج من الموقف ده بحد سو اتنين في حد تتعور في حد مات الناس تهرسوه يبقى في نظام في الاول وقال لهم خمسين خمسين وده اللي خلهم يعرفوا العدد ولما نعرف العدد نعرف قيمتين معجزة وبعد ما اخذ الخمس وسمكتين ربنا يسوع بارك وقسم واعطى التلاميذ والتلاميذ اعطوا الجموع ده برضو نعم الترتيب والنظام لان لو كلهم خمس تلاف يجوا عند المسيح هيقدوا تلات اربعة ايام في ان هما يوزعوا غير الاكل لكن المسيح ياخد ويبارك ويدي تلاميذه والتلاميذ يوزعه الجموع في دقايق وليلة كل ياخد وبعد ما خلصوا وشبعوا قالوهم ايه اجمعوا الكسر نوع من النظام وجمعوا عدوا اتناشر اوف مليانة النظام حلم انذروا الذين بلا ترتيب وفي هذه الرسالة بولس الرسول يقصد الذين بلا ترتيب يعني معناها ناس مش عايزة تشتغل وتعيش على رزق اصحابه عشان كده بصوا في الاسحاح ثلاثة دي كنا درسناه قال اننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب تقصد ايه معلمنا بولس قال لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون 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 معناها بعايشين على رزق اصحابه عايزة نبهكم ان احيانا نقرأ قصص لرهبان يسموهم السواح غير السواح بتوع الكنيسة الابطية يعني ان بابولا اول السواح او غيره غير اللي انا هحكي عنه السواح دول رهبان غالبا بدأت الحكاية دي في روسيا زمان ايام قيصر قبل الثورة الشيوعية البلشفية وتلاقي الواحد من دول يلبس ملابس رثة مقطعة ويبقى ما عندوش بيت ولا دير ولا قلاية ويمشي من بلد لبلد واحيانا يبقى حافي ويشحت من الناس على قد اكله ياخد اكله ما ياخدش اكتر ويعيش بقيت حياته يصلي بس بيشحت والناس تعتبر دول بركة في يدوهم النظام ده مش موجود في الرهبانة الابطية الراهب الابطي بيقسم يومه بين ثلاث حاجات الصلاة والقراءة والعمل لازم يشتغل واللي ما يشتغلش ما يكلش لازم فيه شغل لازم فيه انتاج محدش يعيش عالة بالعكس هنا يقول ايه مثل هؤلاء نوصيهم ونعزهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز انفسهم وعدين يبقى له عندي زيادة يدي منها الغلابة الغلابة اللي هم مش فضوليين قلتلكم كذا مرة الغلبان اللي يستاهل مساعدة هو العاجز او الطفل اليتيم في مراحل الدراسة من الظلم ان احنا نخليه يشتغل ويتحرم الدراسة او امرأة ارملة ترملت على اولادها بتربيهم تستاهل كل معونة او انسان كادح بس انتاجه واراده مش مكافية بس هو بيكافح لكن حكاية لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون دي ما يصحش تكون بين الناس المؤمنين ما يصحش ان واحد يعود نفسه يمدي ايده وياخد فلوس وتبقى هدي على الجهاد بتاعه في الحياة انه بيشحت ويقول اما انتم ايها الاخوة فلا تفشلوا في عمل الخير انظروا الذين بلا ترتيب نمرة اتنين شجعوا صغار النفوس يعني ايه كلمة صغار النفوس الانسان اللي هو محبط وحاسس انه اقل من الاخرين وحاسس انه مش فالح ومش نافع وخايف في واجه الناس لألا يفشل يسموها صغر النفس الاحباط دول محتاجين ايه تشجيع التشجيع تقولوا لا انت كويس فيك ايه فيك ايه ناقص يقولك لا فلان احسن مني وفلان احسن مني تقارنش نفسك بالناس قارن نفسك بنفسك انبارح كنت ايه والنهاردة بقيت ايه انت بتتحسن انت حلو شجعوا صغار النفوس وهناك فرق كبير جدا بين الاطضاع وصغر النفس صغر النفس ان انا حاسس ان انا منفعش في حاجة وبالتالي ما عنديش استعداد اغامر واعمل شيء يخلي الناس تضحك علي فيقعد الواحد محلك سير الاطضاع هو ان الانسان يبقى عارف ان الناس كويسين كل واحد شاطر في مجاله كل الناس رائعة وانا من ضمن الناس لانا احسن منهم ولانا اقل منهم الاطضاع ان الانسان يعرف قدر نفسه وما يتكبرش على الاخرين في شعرة بين صغر النفس والاطضاع الاطضاع يخليني اشتغل وحتى لو انا فشلت في شيء متعقتش ليه؟ ما انا اعرف ان انا خيبان بس خيبان وباشتغل التاني خيبان وخايف يشتغل الاحسن يفشل ودي صورة من صور الكبرياء مش الاطضاع لان هو مش عايز حد يحرجه اما المطادع مش فرق معه فاكر في مرة راهب بيقول لابوه الروح انا بشتكي نفسي ان انا في التسبحة فيه اب بيبقى واقف من جنبي او قريب مني دايما ينطق الكلمات بالابط غلط وانا بدايق وبدينه واقول يعني مش عارف ينطق مش عارف ايه اراه طبعا بيشتكي نفسي لان ابونا ابي اعتراف ومش هيروح للراهب تاني يقول له صحح نفسي بيقول له انا اعمل ايه قال له ابونا اللي بيقول وبصوت عالي وبيغلط ده انسان متضع لان هو لو متكبر يقول لك يا عم انا غلبان مش عايز اقول لاحسن يتحكوا علي كنوا بيقول فرحان بالتسبيح اهو بينطق غلط لكن حاسس ان ربنا بيسمعوا واحنا زي الاطفال الطفل الصغير اللي لما تقول له كلمة ينطقها غلط بنفرح بيه يعني انا في مرة فيه طفل بيقول لي انت فرائيل فرائيل دي عجبتني قوي خدت في حضني وبصت وفرحت بيه طب ما هي كلمة غلط اهو قال له ربنا بيعمل كده فانت بالعكس اول ما تسمع كده اعرف قديه هو متضع وقديه انت متكبر طبعا مش معنى الكلام ده ان نقول للناس اغلطوا لكن اعالج نفسي اني مدينش الاخرين اللي بيغلط دوت وهو مش فرق معاه انسان متواضع لكن لو هو متكبر يجي له صغر النفس يقول لك شوف انا خيبان اش عارف انطق كل اخواتي بينطقوا حل وانا بعرفش انطق فيبطل يفتح فمه في التسبح يحاول حد بعد كده يخلي ينطق خايف من الانتقاط شجعوا صغار النفوس يقول معلمنا بولس في عبرانيين 12 قوموا الايادي المسترخية والركب المخلعة قوموا تبقى مستقيمة ايادي مسترخية معناها ما عندوش عزيمة يعمل حاجة الركب المخلعة معناها ما عندوش عزيمة يمشي ساعدوا اسندوا من هو ضعيف في الايمان اقبلوه لا لمحاكمة الافكار اقبلوه بمعنى اسندوا عشان يتقوى يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعفات الضعفاء ولا نرضي انفسنا واحد ضعيف قويه اسندوا واحنا متفقين قبل كده في احد ضعيف الدروس اخدنا في فرق بين التشجيع والتملك فاكرين الفرق ولا بننسى الفرق الفرق بين شجع واحد او تملك واحد التملك معناها ايه بقول له حاجة مش فيه طب التشجيع بقول له حاجة مش فيه انت رائع وهو مش رائع ايه الفرق بقى ايه حاجة ايه الهدف الهدف هدف هدف التملك ايه ان انا استفيد ان انا افيد في التشجيع يعني انا لو في طفل وقال له احنا انتو نفسكو بتعملكو افرد في طفل تلعب في المايك واخد عادي يقول له احنا في الوسط وقع بتعمله ايه كلكو بتسقفوا بقى بنقول له لا انت شاطر وقال له هيعيت وينزل زعلان وحاس ان هو غلط كلنا بنشجعه ونقول له انت رائع وصوتك جميل وحفظك جميل ونطق جميل ينمو في المعرفة بسبب التشجيع خدناش منه حاجة احنا شجعناه لكن التملك لما يكون انا بوجه كلام لحد اكبر مني في المقام او في المركز وهيعود علي بانه يرقيني ولا يديني حاجة بقول له كلام اتملكو بيه ومليان بالغش ومش من القلب وتلاقيها دي تلاقي واحد اتعين وزير ولا مدير يعلقوله لافتات في المصلحة ويحتفلوا بيه ويقولوله كلام معصول واحنا ما صدقنا جيت وانت احسن واحد وبعدين بجرة قلم بيتشال يشيلوا كل الصور دي ويحطوا للجاي جديد ويتنسي القديم خالص لان الكلام ما كانش من القلب فاحنا نشجع الضعفاء ايها الاخوة ان ان سبق انسان فاخذ في زلة ما واحد غلط فاصلحوا اصلح انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة من غير الكبرياء من غير العنف نظرا الى نفسك لالا تجرب انت ايضا احملوا بعضكم اثقال بعد وهكذا تمموا نموس المسيح نموس المسيح يعني النظام بتاع المسيح كي يشجع يزكى ينبغي ان اكون اليوم في بيتك تتشجيع بعد ما كان بس عايز اشوف المسيح قال له نصف اموالي اعطيه للفقراء امان اغتصبته شيء اعوده اربعة اضعاف والحكاية تغيرت بسبب نظر التشجيع وتأييد وراح له البيت ده مناموس المسيح في انسان محبط يشوف الحاجة حلوة يقولك ايه الحلو اللي فيها تلاقي انت فرحان وبتقدم له الحاجة تقول له ايه رايك فيها مش حلوة يا جرد المية سائع ونزل عليك في واحد تاني يقولك رائع جدا بس ايه رايك كمان لو عدلنا ديل وصلحنا ديل وعملنا كده تبقى رائع انت ورائع الواحد حتى التعديلات يعملها بنفس حتى في الجامعة تلاقي احيانا طالب بيعمل بحث والاستاذ بتاعه مع قده في عيشته كل ما يعمل حاجة يقول له غلط وحش عيدها تاني وفي واحد ليه مشجع يقول له انت رائع ده ممتازة جدا ده انا نفسي ما كنت شعيف اعملها يطلع الطالب من تحت ايده عنده عزيمة يعمل حاجة لكن في بعض الناس عنده عقد نفسية ما عرفش يشجع الاخرين انزروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء الضعيف محتاج ايه سندة تقول لي يعني اسند الضعفاء اللي هما يخصوني وهموني اي حد بيسند ابنه يسند حد يهموا مصلحته ولكن لو حد غريب انا مالي وماله لا في الهنا بيقول تأنه على الايه الجميع انسان صالح لما بتشجع الغريب والقريب احنا امتالي السنوية عاما خلصوا امتحانات داخلين بعد كده لنتائج ودي اكتر شهادة بتخلي البلد كلها يوقف على رجل لو انت قلت الواحد مثلا جارك عامل ايه باذن الله هنفرح قريب وبعدين مثلا تيجي النتيجة مش على المزاج تقولوا لا ده رائع ممتاز ده حلو قوي سنادي المستوى مش حلو كلهم ده هيبقى في التنسيق احسن غير ان ابصوله نظرة ان انت ايه الخيبة اللي انت فيها لما يحس الناس اللي حواليه بيشجعوه تتجدد فيه المعنويات بتاعته دخل كلية مش على مزاجه نقول له ده احسن من اللي انت كنت تفكر فيها ده انت متضمنش المستقبل ايه بقى ايه اسندوا الضعفاء وشجعوا صغار النفوس هتبقى محبوب من الناس تأنوا على الجميع عارفين التأني؟ طول بالك على الناس سمر الروح محبة فرح سلام طول انا وبالصبح في باكر نقول بكل طواضع ودعا وبطول انا محتملين بعضكم بعضا في المحبة طولوا بالكم كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله اذا في المسيح عايز اقول لكم هناك فضاء البسيطة في نظر ربنا وفي نظر الناس اهم من الفضاء العظيمة فضاء العظيمة زي القديس يسهر طول الليل يصلي او يصوم العمر كله مش خنقدر عليها دي ولا دي فضاء العظيمة زي واحد بيبني كاتدرا ايه راجل عنده فلوس وتبرع ايه ابني مش كلنا هنقدر نعمل دي فضاء العظيمة جايز ما نداش عليها هناك فضاء البسيطة انك تطبطب على واحد فيها ايه ايه المجهود اللي فيها ان انا استحمل واحد غلط في حق اني اسامح اعديها فضاء البسيطة لكن تجمع تجمع تعمل منك قديس ودي اللي بتفرق مع الناس ومع ربان كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين كل الناس محتاجة شفقة متسامحين ويقول لأهل كلوسي فلبسوا كمختاري الله القدسين المحبوبين نلبس ايه الاحشاء رقفات تلبس الرقفة واللطف والتواضع والوداع وطول الاناء محتملين بعضكم بعضا ومسمحين بعضكم بعضا ان كان لأحدا على احدا شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا املى الجو اللي حواليك بالحنية لازم نعرف ان مش كل الناس هيبوا على مزاجنا ومش كل الناس فيه توافق في طريقتهم وفي فكرهم ممكن الاقي حد انا باصطدم بيه طب اصطدم ليه يقولك هو وحش طايل هنعرف نغيره لا مش هيتغير طب نعملين عطر عمرنا في الصراع فوت سامح طب معنى كده نسيب الغلط يمشي غلط قال لا في كلامه التلميذ والتميساوس قال اكرز بالكلمة اعقف على ذلك في وقت مناسب غير مناسب وبخ انتهر عز بس ايه بكل انات وتعليم وبخ وانتهر وعز بس خليك طويل البال بكل انات وتعليم وتعليم علشان اللي قدامك يتحسن وتفرح في الاخر ان في ثمرة في الناس اللي انت خدمتوه العدد خمستاشر انظروا يعني خلي بالكم ان لا يجازي احد احدا عن شر بشر بل كل حين اتباعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع هو ضربني انا اضربه هو ظلمني انا انتقم منه يجازي شر بشر اذا كان الناس هيجازوا بعضهم الشر بشر متى ينتهي الشر سلسلة عارفين عواية زمان بتاعة الصيد بتاعة الطار اه دي شر بشر واحد انفعل اتل فالعيلة تحس بالعار احنا العيلة بتاعتنا تقتل منها واحد مش هناخد عزم لغاية ايه ما ناخد الطار ممكن بعد سنة اتنين تلاتة عشرة ده احيانا في بعض القصص يكون الرجل اللي تقتل عنده طفل صغير يكبروه على ان انت اللي هتنتقم لابوك طول السن من سن خمس سنين لغاية خمستاشر عشرين سنة لما يقتل عمالين يشحنوه هتبقى راجل لما تاخد طار ابوك وضيعوا مستقبله طيب لما هو هياخد طار ابوه ويقتل واحد من العيلة التانية العيلة التانية تسكت نفس الحكاية طيب ما هي الدم ده هيخلص امتى طريقة همجية ليس فيها اي نوع من الانساني المسيح قصر الكلام ده لا تجاز احدا عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة ده حتى في العهد الاديم في سفر الامثال سفر الاويين يقول لا تنتقم ولا تحكد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك انا الرب امر من عندي انا الرب وفي سفر الامثال يقول لا تقل اني اجازي شرا انتظر الرب فيخلصك اصلي فيه واحد يقول ايه طب ما انا كده احق ايه التاكل هيعتبروني ضعيف ومحدش يحترمني يحترمني فانا لازم اوررهم عيني الحمر لازم ادخل بكتفي انتوا يبتعوا الكنيس جوا الكنيسة غير بر انتوا مش شايفين الناس والدنيا عاملة زي الغابة بيكلوا في بعض انتوا بتعلمونا تعليم يخليهم ما يعافش نعيش تلاقي واحد كتب على الفيسبوك انا تربيت تربية غلط لان علموني التسامح وعلموني الامانة والصدق وانا كان لازم يعلموني المكر عشان اعرف عيش في المجتمع مين قال الكلام ده هنا يقول انتظر الرب فيخلصك ليه النقمة انا اجازي اقول الرب ش ممكن يسيبك ويقول في سفر امثال ايضا لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهي قلبك اذا عثر اذا وقع تفرحش في حد يفرح بالمصايب تقول لي ما هو عدوي ايه القلب الوحش اللي يفرح لما يسمع ان فيه حدثة وفيها الناس ماتت ايه القلب الجميل ده اللي فرح ان فيه بيت ولعت فيه حريقة يقول لك يستاهلوا حد يعمل كده هذا تعليم لا ينتمي للمسيح ولا الانجيل بالعكس الشماتة دي حاجة وحشة لا اخلاقي لا تقول كما فعل بيها كده افعل به ارد على الانسان مثل عمله تقولش الكلام ده ويقول ربنا ياسوح في الموعيد على الجبل لا تقاوم الشر بل من لطمك على خديك الايمن فحول له الاخر ايضا طبعا كلكم فاهمين مش معناها الانسان يبقى ملطشا لكن يبقى انسان قوي الشخصية لدرجة انه يعرف يسامح لان الانتقام ليس قوة التسامح هو القوة ازاي الواحد ضبط اعصابه وازاي الواحد طفى نار الغل والعداوة بمياه المحبة ازاي انت اثرت في المجتمع اللي حواليك خليت الناس بدل ما بيكلوا في بعض عاشوا في سلام ومحبة احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم كل دي بتكسر المحبة تكسر العداوة البركة تلغي اللعنة الاحسان يمسح البغضة صلوا لاجل الذين يسجون اليكم يطردونكم صلوا لهم لكي تكونوا ابناء ابيكم لان هو بيعمل كده يشرك شمسه على الاشرار والصالحين ويمتر على الابرار والظالمين ويكرر نفس الوصية معلم نابولس لا تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس ونفس الوصية يقولها بطرس في رسالته غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتهم لكي يترثوا بركة الانسان اللي يعيش بالمبادئ دي هي بملائكي هو يشتم لكن انا مش تمشي هو يلعن لكن انا مش ممكن تخرج من فم لعنة هو يتقالط لكن انا مش ممكن اتعامل معا بنفس المستوي اخد راح تفعزم اهو بطريقة وانا بطريقة تخليش الناس تغير مبادئك تخليش الناس تخرجك عن شخصيتك انظروا ان لا يجازي احد احدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع ما بعضكم لبعض يعني احنا المسيحيين دي مش كفاية وللجميع اعملوا الخير حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان اعمل خير يقولك اعمل خير وارمي في البحر ارمي خبزك على وجه المياه تقولي طبو في الآخر هيرجعلك 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 الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم نتيجة كده الف رحو كل حين يا فخت الانسان المسيح عندنا اله دنا تعليم جميلة كحزانة ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء عايش آخر مذاك في واحد بيعكسني هو بيغلي في نفسه وانا في دنيا تانية في واحد بيحفرلي يقولك ايه يركب أعلى ما في خيله وفي الآخر اللي يقله يحميني منه وكل اللي هو عمله يحوله ربنا للخير احنا في حتة تاني خالص افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر